أهلا بحضراتكم مرة تانية في المحترف يمكن من خلال الفقرة دي هنتكلم بشكل أكتر فنيا وتكتيكيا على مباراة طبعا منتخب الألماني والمنتخب الفرنسي اللي طبعا انتهت بفوز منتخب الفرنسي 1-0 مباراة على مستوى التكتيك أنا شايف أنه مهمة جدا جدا فيه أخطاء على مستوى التشكيل أو مش التشكيل على طريقة اللعب اللي بيعب لعب بها لوف أمام المنتخب الفرنسي فيه استحواز آه فيه استحواز فيه المنتخب الألماني كان بيروح ولكن بدون خطورة ليه بدون خطورة؟ ده كمان دي شام طبعا المدير الفني المنتخب الفرنسي كان عامل أولا تشكيله رائع ثانيا الشكل أكتر من رائع الشكل التكتيكي يمكن بعض الناس بتقول يمكن بيلعب بطريقة دفاعية زيادة شوية لا هو الراجل يمكن منتخب فرنسا كاس العالم وصل بهذه الطريقة بيلعب بطريقة متوازنة بين الشكل الدفاعي والشكل اللي جميل نروح الأول ليه طبعا تشكيلة لوف للمنتخب الألماني اللي لعب يمكن لأول مرة بشكل مباشر بيلعب بتلاتة بيلعب بتلاتة في خط الدائر طبعا مانويل نوير كحارس مارما قدام تلاتة طبعا ريدريجي وهملز وجينتر ده بيلعبوا تلاتة في الخلف أربعه في وسط الملعب كيمتش كيمتش اللي عليه دور مهم جدا جدا كيمتش توني كروس وجوندي جان طبعا وروبين جونسينز ده لاعب أتالانتا في الخط الأمامي تومس مولر وهافرس طبعا لاعب تشيلسي وطبعا جنابري لاعب باير ميونخ التشكيلة بدأت بنفس الشكل لكن المشكلة اللي كانت حصلة بشكل مباشر هو سلاسي خط الدفاع سلاسي خط الدفاع تكلمنا على أن أول مرة منتخب الألماني المشكلة اللي كانت بتحصل أن تومس مولر في وقت من الأوقات تومس مولر كان متواجد بشكل كبير في نص الملعب يعني كان بيتواجد في وسط الملعب نفس الحاجة كي هافرس كان بيشتغل بشكل أكتر في الجزء دوت تومس مولر بيتحرك في الجزء دوت كمان هافرس كان بيروح على الجزء الشمال بشكل كبير وجنابري كمان كان بيقوم وبيخش كراس حرب المشكلة زي ما بنتكلم أن جنابري قوته على الخطوط يعني جنابري كان مع البيروح بيتحرك بشكل سريع جدا على الخطوط بنتكلم على جزء ما فيش استرايكر واضح استرايكر الواضح دوت كان في وقت من الأوقات زي ما بقول يمكن رجعت السورة تاني جنابري فقط جزء كتير جدا جدا من قوته بوجوده في مركز راس الحرب نتكلم على الجزء التاني أن توماس مولر كان بيروح في الناحية داية وما بيخشش كمان كرقم عشرة وده هنشوفه من خلال السورة كان بيحاول يفتح الطريق شوية لروبين جوسين علشان يخش نفس الكلام لهيفلس كان بينزل بشكل كبير جدا عشان يدي كيمش أنه يقدر يتحرك في الخط الأمامي بشكل كبير لكن التأثير جوه جوه منطقة الجزاء ما كانتش موجودة يعني جنابري موجود كان هنا توماس مولر موجود بتتكلم على زحمة جدا في وسط الملعب وقدر المنتخب الفرنسي أنه يشكل أو يضع خطة مناسبة جدا للمنتخب الألماني اللي فقط كتير جدا جدا من الفعالية الهجومية الفعالية الهجومية آه فيه استحواس في نص الملعب توني كروز بيقوم بدور صنع الألعاب بشكل مش لا بأس به جوندي جان كمان فقد حتة الدخوله مع خط الهجوم وبالتالي كل الزحمة دي كانت موجودة قدام المنتخب الفرنسي اللي عمل تشكيلة أكثر من رائعة تعالوا نشوف المنتخب الفرنسي دي شامب إزاي بدأ المباراة بتشكيلة المنتخب الفرنسي اللي لعب بطريقة أربعة تلاتة تلاتة طبعا أربعة تلاتة تلاتة بيلعب بطريقة أربعة تلاتة واضحة جدا بنتكلم على طبعا كريم بنزيمة وعودته للمنتخب الفرنسي بعد يمكن غياب طويل جدا برنزمان كمان على المستوى كان بيشتغل على مستوى الهجوم بشكل أكثر من رائع طبعا أدريان بينزل في الجزء ده بيساعد بتكلم على كانت طبعا المكينة في نص الملعب بتشتغل بشكل أكثر من رائع مبجا كان بيشتغل فكل المنتخب الفرنسي كان بيشتغل كلها خطوط متقربة في الشكل الدفاعي وبالتالي الجزء ده كان الخطوط قريبة جدا وما كانش فيه فرصة واضحة إن المنتخب الألماني يخلق مساحات الجزء دوت الجزء بتاع قدامي الثمانتاشر المنتخب الفرنسي قدر يقفله بشكل جيد جدا وكان كمان بيستغل أول ما يتعى الكورة الكورة بتتلاعب بشكل كبير من وسط الملعب لطبعا انفابي اللي كان عنده سرعات قوية جدا ويبقى انطلق بيها يبقى أنا ملخص تقريبا التاكتك على مستوى الاثنين مدربين المنتخب الألماني كان عنده قصور واضح في الأجناب نتكلم بيلعب تقريبا من غير أجنحة وكمان بيلعب من غير تاركت سترايكر ما فيش راس حربة واضح بشكل كبير جدا جنابري مش راس حربة مولر مش راس حربة نتكلم على قصور واضح في الحالة اللجومية للمنتخب الألماني رغم الاستحواز يمكن وصل لستين في المية لكن كمان المنتخب الفرنسي بالتشكيلة اللي شبطاها أمام حضراتكم انه بينزل كل الفرقة تحت الكرة وده اللي حنشوفه من خلال الحالات والصور اللي قدامنا على الشكل التاكتيكي زي ما حضراتكم شايفين المنتخب الفرنسي تقريبا كله بيلعب تحت الكرة ده تلاتة بيلعب المنتخب الألماني بيلعب بتلاتة في الخط الخلفي عندهم أربعة في وسط الملعب من الطرفين ده بيلعب كاميتش وبيلعب طبعا لعب أطالنطا الباك الشمال وجوندي جان وطوني كروس موجودين في نص الملعب لكن أعايز أتكلم على ودي لقطة تانية بيتوضح قد تقارب الخطوط بشكل أربعة تلاتة تلاتة واضحة جدا جدا للمنتخب الفرنسي طبعا بيشتغلوا المسافات أو المساحات ما بين الخطوط مساحات قريبة بنشوف هنا جانبري حتى على مستوى المنتخب الألماني جانبري واقف تقريبا لوحده عند أربع لعبين أو تلات لعبين من منتخب الفرنسي فما كانش فيه حتى جانبري زي ما بقول مش هو السترايكر المناسب لطريقة اللعبة دي منتخب طبعا كانتي دوما موجود بشكل كويس جدا بتكلم على بوكبا بيشتغل بشكل أكتر من رؤى النقطة أو الصورة دي بتبين قد إن المنتخب الألماني رغم الاستحواز لكن كان ينقصه اللاعب رقم عشرة رقم عشرة حضراتكم شايفين الصورة المربع الأخضر الكبير دو ما فيش الربط ما بين الخطوط المنتخب الفرنسي واقف بشكل أكتر من رائع أربعة تلاتة تلاتة بشكل أكتر من رائع المنتخب الألماني آه فاتح الخطوط بشكل كويس لكن حنيجي على الصورة دي كمان بتبين أكتر كل ده المساحة الخضرة دي المساحة الفضية المساحة الفرغة اللي كان لازم يكون موجود فيها مولر يكون اللي موجود فيها دي النقلة المفروض نشتغل عليه إن المنتخب الألماني كان يفتقد عدد كبير جدا بيلعب على خط واحد ما فيش اللاعب في العمق ما بين خطوط المنتخب الفرنسي اللي كان بيقوم بدور أكتر من رائع مع وجود الأطراف كمان على شكل بعيد كيمش بعيد جدا والباك الشمال مش في موضع إنه ما يسمح له إنه يبني الهجمة من ناحة الشمال عندنا توني كروز وعندنا جوندي جان وقفين الاتنين بشكل بشكل قطري الاتنين على خط واحد والمساحة الخضرة اللي بنتكلم عليها دايما لازم يخش فيها توني كروز لازم يخش فيها جوندي جان كان ممكن جدا كمان توماس مولر هو اللي يشتغل في الجزئية دي نروح للحلقة اللي بعد كده طبعا طبعا دا دلوقتي حنشوف إزاي الهدف أو إزاي منتخب فرنسا أحرز الهدف من الصورة دي مستحيل حد يفكر إن اللي أحرز الهدف اللاعب اللي في آخر الصورة اللي عليه السبوت اللايت ده إحنا بنتكلم دلوقتي فيه رمي التماس موجود تلات لعيبة من يعني فيه أولا هنا زحمة كتيرة جدا فيه تلاتة على واحد موقف تلاتة على واحد ده موقف سلبي وفيه فراغات وفيه انطلاقات من المنتخب الفرنسا الغد دلوقتي اللي يمكن كان سبب في إحراز الهدف ما ظهرش في الصورة أسف فهذا الصورة دي بتقول إن فيه موقف سلبي فيه الأداء الدفاعي اللي في الجزء ده الصورة اللي بعديها كمان عدم التمركز السليب من يعني رودريجي ده سيرد باك واقف بشكل خاطئ بنتكلم على باك شمال واقف بشكل خاطئ بتتكلم على هاملز واقف بشكل خاطئ وكمان كيمتش يمكن أو جانتر جاي من بعيد جدا لكن المساحة الفاضية اللي وراه يمكن بوجبا كان عنده الشكل أو عنده المساحة إنه يقدر حتى يلعب الكرة في وسلم الكرة اللي اتلعبت هنتكلم على ثلاث أخطاء مهمة جدا نمر واحد طبعا كيمتش أعتقدش عنده مشكلة في الحتة دي لكن المشكلة الكبيرة التأخر بتاع هاملز التأخر بتاع هاملز كان لازم يتقدم بجزء يمكن أسرع شوية علشان الكرة لما تتلعب بالعرض يكون عنده فرصة أكبر إنه يطلع الكرة حتى لو الكرة ألشت منه كان حيبقى خارج إطار حراسة المرمى يعني خارج خارج الشبكة بشكل كبير جدا فالموقف الدفاع الخطأ دوت من بداية نتخيل الهدف من بداية رمية أوت إن الكرة ما كانتش كان تماركو غير سليم طبعا الكرة ديت راحت بقوة وأخطاءة طبعا هاملز طبعا من اللعبة الكبيرة لكن كان وضعه كان بطيء جدا في الحركة وبالتالي كان صعب جدا يوصل لنقطة المناسبة أخطاء على المستوى لما تتكلم على مستوى المنتخب الألماني أخطاء أعتقد الساسجة جدا مر بيها المنتخب الألماني أو الدفاع الألماني طيب كمان في مباراة مهمة جدا جدا كانت طبعا ما بين المنتخب الهولندي ومنتخب أوكرانيا عايزين مع حضراتكو بس نشوف الصورة ديت تواجد منتخب أوكرانيا عشر لاعبين في مسافة ما تزدش عن 14-15 متر موقف دفاعي هايل من المنتخب الأوكراني انتشار واضح للمنتخب الهولندي بشكل أكثر من رائع لغاية دلوقتي الأمور ماشية جيدة جدا للشكل الدفاعي الأوكراني الخطوط قريبة من بعض جدا لكن الباص اللي تلعب ما بين الخطوط ديت كان ما بين السردبكين ولكن كان فيه تغطية واضحة جدا من الباك الشمال اللي لحق الكرة بشكل أكثر أكثر من رائع لغاية دلوقتي ما فيش أي مشكلة للمنتخب الأوكراني المنتخب الهولندي بيحاول بقدر إمكان يوجد مساحات الصورة ديت بتبين قد إيه الخطأ الدفاعي اللي حصل أولا من حارس المرمى حارس المرمى كان لازم في الكرة ديت على طول يلعب بره الكرة بره الملعب لأنه هو تحت ضغط وبالتالي حارس المرمى في موقف لازم يشتغل فيها بشكل safety first الراجل ده تعالوا نشوف عمل إيه لعب الكرة يمكن ده لعب الكرة وصلت ليه لمنتخب ألمانيا ووصلت ليه جزء مهم جدا هقول لحضراتكم عليه الكرة وهي بتترفع تقريبا في موقف واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة او ثمان لعيبة من منتخب أوكرانيا على تلات لعيبة من منتخب هولندا الجزء على الاقل اللي كان في الفقرة ديت ونلاحظ انه كل المدافعين بيبصوا للكرة او اللي حاملوا الكرة او الرجل اللي هيرفع الكرة نشوف الجزء دوت على الاسبوت دوت باصس بس اللي زوية الكرة وما عندوش اي احساس بالمكان يعني احساس بالمكان مش موجود للاعب هولندا اللي سبق في الكرة والصورة الجاية حتبين انه سبق هذا المدافع وبدأ يسبقه ويحرز الهدف دي صور الكورنل هذا اللاعب مش شايف مش شايف قدامه وبالتالي الكرة اتلعبت بشكل اكتر من رائع طبعا اللاعب الهولندي سبق هذا المدافع واحرز هدف كان هدف مهم جدا جدا للمنتخب الهولندي طبعا جزء تكتيكي مهم جدا بقول لحضراتكم دايما الاخطاء بتيجي من مش من حارس مرمى لكن ممكن بتيجي من هفوات صغيرة جدا على مستوى التمركز على مستوى البوزيشن وحتى ممكن جدا زي يعني مدافع المنتخب الاوكراني هو واقف في بوزيشن لكن هو باصص على الكرة لكن ممكن جدا يميل شوية ويقدر يشوف اللاعب ويقدر يشوف الكرة يعني لكن ده كل دوت بيحصل يمكن في جزء من الثانية على المستوى التكتيكي ان شاء الله هندرس بعض الاهداف الجميلة جدا مستوى المدربين فكروا ازاي انا على المستوى الشخصي اعتقد ان يمكن يمكن خسر المباراة من بدايتها بداية بتلات لعبين كيميش فيميش بوزيشن بتاعه مولر مش متصنف كراس حربة جنابري كذلك هو لعب اصلا لعب ونجي بشكل اكتر من رائع فيمكن المدربين كان لهم دور مهم جدا في خروج المباراة اذا كان بالفوز او بالهزيمة هنتكلم حاضراتكم في كل دوت ان شاء الله عبر المحترف عندنا حاجات كتيرة جدا على المستوى التكتيكي احنا بنستمتع بطولة اوروبا وزي ما بنقول واتكلمت مع الدكتور طاري الادور احنا قاب نتعلم بنبص يمكن انا لسه بص بنظرة المدربين لكن كمان على المستوى على مستوى التنظيم على المستوى الانساني قد ايه بنستفيد من الناس اللي برا